المثال ده أخرجه الإمام مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تجعل عليه عودا قال فشربه أي شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أتكلم عن المفهوم العصري لكلمة الاستسقاء لأن الاستسقاء له مفهوم طبي في ذلك العصر للدلال على انتفاخ البطني وملئها بالماء لمن أصابه مرض في كبديه وغير ذلك عفنا الله لكن الاستسقاء معناه طلب الماء يعني دعنا من ذلك أي إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الماء فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا هنا بقى محل الشاهد بقى يقولون هنا شرب النبي عليه الصلاة والسلام الخمر ليه أهو ألا نسقيك نبيذا يبقى محمد صلى الله عليه وسلم شرب الخمر إذن الخمر ليست حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له الصحابي ألا نسقيك نبيذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه فقال بلى قال فخرج الرجل يسعى أن يشتد ويجري سريعا لكي يأتي بالنبيذ فجاء بقدح القدح دا إناء بيوضع فيه الماء بيوضع فيه الماء أو العصير أو ما إلى ذلك القدح دا فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته بعضهم يوقف عند كلمة ألا خمرت إذن قالوا بنبيذ والنبيذ ذا خمر لأنه قال له إيه ألا خمرته وبعدين يقول لك إيه فشربه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قطي له بنبيذ وقال له إنت ما جبتوش ليه نبيذ ليه متخمر كويس ليه وبعدين شاربه النبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك والكلام دا موجود فيه في مسلم يجر الناس المتقلق الناس المسلمين يروح يشوفهم في صح مسلم يقول لك يتلاقي بالفعل حدث موجود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر